بداية أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن إمكانية تأثر الرحلات بالضغط في مطار لندن هاي ثرو هدو أبلغت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها جميع مسافريها من وإلى لندن أن هناك احتمال حدوث اضطرابات في رحلات المبرمجة ابتداء من تاريخ 22 جويلية المقادم حيث أضاف ذات والبيان أن الشركة ملزمة بإعلام جميع المسافرين بأي تغذيرات جديدة وللإشارة فقد طالبت إدارة مطار هاي ثرو الذي يعد من بين أكبر مطارات بريطانيا من شركات الطيران تخفيض عدد الرحلات لأنها توقعت عددا أكبر من المسافرين أكثر مما تستطيع التعامل معه حاليا ترجمة نانسي قنقر